أتلقى العديد من الاتهامات ومن بينها هذا الاتهام الذي أثارني إلى حد بعيد وجعلني أتأمل في قضايا لم تكن في بالي هذا الاتهام يقول لي بأنك منحاز معرفيا كيف رددت عليه وكيف أحاول أن أجيب على اتهام من هذا النوع كونوا مع أصدقائي مع هذه الحلقة السريعة حول هذا الموضوع السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته الاتهام هو بالضبط يقول بأنك منحاز معرفيا وتحاول أن تعتبر كل ما تقوله أمر مقدسا وغير قابل للمراجعة أجيب من يتهمني هذا الاتهام بالقول بأنني منحاز معرفيا نعم وهذا صحيح يعني لابد من الاتراف لا أدافع عن هذا الموضوع بالعكس أنا منحاز معرفيا وبشدة وهذا يجب أن يعرف الجميع عليها عليها أن نعترف يعني الأمر ليس مسألة أفترض بأنها معيبة لا بالعكس يعني ودعو الجميع لأن يكونوا منحازين معرفيا يجب أن يكون الإنسان منحازا معرفيا وأن لا لن يستطيع أن يفكر ولن يستطيع أن يحتوي أو يمتلك أو ينطوي على أي معرفة الانحياز المعرفي هو مبدأ أساسي يجب أن يحرص عليه كل إنسان وأن يواصل لأن هذا العلاقة بنظرية التثبيت التي أتحدث عنها أنت لا تستطيع أن تميل إلى شيء أو تفهم شيء أو تستعب شيء إلا تثبت هذا الشيء في ذهنك وتؤمن به ومن ثم بعد ذلك تستطيع أن تقارن هذا الشيء الذي آمنت به أو الفكرة أو المعلومة أو أي شيء حتى الإله إذا أنت ثبت وعتبرته والإله الوحيد الذي تعبده والذي تراه الأفضل فبالتالي هذا الإله هو الذي يمثلك خير التمثيل وتعتبره إله أن يستحق العبادة ويستحق إقامة للطقوس وأداء الفرائض لأجله أو أن تجعله هو يؤدي لك الفرائض لا فرق المهم يعني تنتقي الإله الذي يعجبك والذي تنحاز له معرفيا وتجعله ينحاز لك معرفيا أيضا هذا شيء مطلوب جدا والإنحياز المعرفي فيه فوائد لا أول لها ولا آخر المتدين منحاز معرفيا لكن هناك أنواع من الإنحياز المعرفي أولا نتحدث عن فوائد الإنحياز المعرفي أنه أنت دامات الإنحياز معرفيا لن تستطيع اكتشاف ما أنت إنحزت إليه بشكل دقيق وأيضا لن تستطيع أن تقارن ما تجري مقارنة بين ما أنت منحاز له معرفيا وذهنيا ووجدانيا وبين الآخرين يعني هو باللوط أنت مثل أمرأة جميلة أنت تميل لها بكل جوارحك فأنت اختارتها لأنك أجريت مقارنة مع أمرأة جميلة من جميع النساء الأخريات فبالتالي أنت اخترت هذه المرأة لمعايير محددة موجودة يديك واعتبرتها أنها هي التي تمثلكها والتي أنت بحاجة لها أي أنك انحزت معرفيا لها لا بد أن يكون هناك إنحياز معرفي وضمن المعرفي هو بالتأكيد إنحياز المعرفي هو يكون ضمن إنحياز الوجداني إنحياز العاطفي يعني أشكال مختلفة من أنواع الإنحياز إنحياز الجنسي وكثير من التفاصيل لكنه كله يسمى في النتيجة إنحياز معرفي بالتالي الإنحياز المعرفي ليس أمرا معيبا ولا مخجلا ولا يحتاج أن يتحول إلى اتهام متى يتحول إلى اتهام عندما نجري فحصا على الإنحياز المعرفي عندما نتحدث عن الإنحياز المعرفي نكتشف أن هناك أنواع منها أنواع سيئة وأنواع جيدة وهذا ما لا يفضل له الكثيرون هناك أنواع لا تحصى من الإنحيازات المعرفية وطبعا كل إنسان يعتقد بأنه هو إنسان مفكر موضوعي وغير متحيز محايد تماما فالكل يعتقد هذا الشيء لكن بالحقيقة عندما نختبر هذا الموضوع نجد الأمر على درجة كبيرة من التأخيد والتداخلات ورح نوضح هذه التداخلات الآن في هذا الفيديو السريع من الأنواع السيئة والأسوأ لأنواع الإنحياز المعرفي هي الإنحياز إلى ما تعودنا عليه ونشأنا والدين أو العقيدة التي نشأنا عليها هذا الإنحياز هو الذي يجبرنا غالبا على أن لا ننصت ولا نفهم شيء آخر هو نفس الإنحياز حتى بالحياة الاقتصادية عندما مثلا نريد أن نشتري شيء أو نبيع شيء فنفترض بأن هذا العرض الأول هو الذي يثير انتباهنا أكثر من أي عرض آخر لسبب بسيط أن هذا العرض الذي أتانا أو الذي قدمناه هو كان العرض الأول الذي وصلنا ونحن لا نرجم بالغيب فنبقى متمسكين بالشيء الذي أتانا وأصبح حقيقة واقعة أمر آخر من الأمثلة السيئة مثلا تشوف ناس مزدحم مكان مزدحم بالمطعم مثلا مكان مزدحم بالناس الذين يتناول الغذاء في هذا المطعم ففورا أنت يعني هاي عقلية القطيع فأنت معظم الناس أو جميع الناس يعني سرقتهم رغبة بتقليد الآخرين والذهاب إلى هذا المكان وطبعا أدنى بالأراق بعضهم يسمونهم القفاصة هؤلاء ماذا يفعلون يستغلون هذا الانحياز المعرفي الموجود لدى الناس فيفعلون أحيانا هم أربعة محتالين نسمهم قفاصة يعني يضع قفاص عليك فهم واحد منهم عنده حاجات يبيعها بالشارع يعني مثلا تلفزيون جهاز ضخم يعني سعره مثلا 200-300 دولار هو يبيع بأشرين مثلا أو بعشرة فذولا ثلاثة يعني يتكالبون عليه رجاءا بأن هذا أن يطيك أشرين هو يقلهم لا ثلاثين والناس تلتم عليهم بعد ذلك يجون مغفرين يشترون هاي البضاعة ويكتشفون بأنها من الداخل فارغة بالحقيقة هذا الشيء الذي يفعله رجل الدين معظم رجال الدين يفعلون الشيء نفسه يبيعونك شيئا هو بالحقيقة فارغ تماما نفس الفكرة فكرة التقفيص الاقتصادي هو نفسه فكرة التقفيص الديني أو العقائدي بشكل عام أو الذهني بشكل عام يعني هناك أيضا تقفيص على مستوى السياسي السياسي أيضا يتبع هذا الحياز المعرفي الطبيعي الموجود داخل الإنسان فهو يقول لك مثلا أنت أدي الفرائض قدم كذا قدم كذا وسيأتيك الرزق بعد ذلك هناك جنة تضورك وسبعين حرية وما إلى ذلك يطمعك بالجوائز التي ستحققها في النهاية أيضا هناك الناس يخرجون يستغلون هذا النحياز المعرفي لدى الشباب خاصة فهؤلاء تلقاهم يعني أدى متابعين بالـ 100 ألف 300 ألف 500 ألف هو ماذا يفعل يشجعك يقول لك تعال اشتري لك تعال أعمل كذا وأعمل كذا أو التجارة الإلكترونية ما أعرف أسماءها ما أذكر يعني أعمل كذا أفتح موقع وتجارة بدون رأيس مال وما إلى ذلك أشياء من هذا القبيل ما أعرف أسماءها بالضبط وعدهم متابعين مئات الآلاف وهذا النحياز المعرفي لأنه يعتبرها بأنه شيء شافع وصدق به واعتبر أنه هذا شيء ممكن لمجرد هو يظن بأنه الجميع ربحوا وهذا عملية الناس يعني ويراوي نماذج أقبل عشرات بالمئات حققه هاي الأشياء فهو يعتقد بأنه يسير عنده انحياز معرفي الانحياز القطيع يظن بأنه أيضا سيصيبه من الفرح نصيب الانحياز الشخص الذي علقه على هذا على واحدة من الفيديوهات اللي عندي دعنا نشوفها في هذا التعليق يقول لي بأنك تعتقد بأنك موسوعة تنابس آخرين وتعتقد بأنك كذا وكذا وتقارن نفسك فيها ومع السخرية فقلت له شكرا جزيلا أنا أعتز بهذه الأخلاق العالية التي تنطوي عليها وهي دليل على طبيعة الأشياء التي تعتبرها قدوة لك وشكرته على هذا الموضوع ظهر شخص آخر وقال أنك تدعي المظلومية وتدعي أنك والأحقية ثم قال أن هذا الانحياز المعرفي يفوح من الفيديوهاتك وكل أعمالك أو الأشياء التي تقدمها لذا فأنت لن تخدعني أبدا بمظلوميتك يا منصور على كل حال أنا قلت له أنا ما دعيت المظلومية ولم أدعي أن أبدأ المظلومية على شون يعني فيبدو هو يعتقد بأنني أتحدث عن المظلومية ويبدو هو مجرد تهمة يضع التهمة فوجدت هاي أفضل الطرق التي يتهم بها الآخرين لماذا؟ لأنه هو أصلا منحاز معرفين فهو أيضا اتهمني بالانحياز المعرفي لكن الانحياز المعرفي ما ألتأني قلت له حسنا أنت يعني أنا عندي انحياز معرفي وما عندي مشكلة هذا أمر طبيعي كل إنسان عندي انحياز معرفي لكن غير الطبيعي هنا أذكر وأشير إلى الانحياز السيء وهو أن تعتبر هذا الانحياز الخاص بك هو أمر مقدس وغير قابل المراجعة يجب عندما نحن ننحاز معرفين إلى مثل المحددة أن نعرضها للنقد المستمر يعني أنا منحاز إلى هذا الدين منحاز إلى هذا المشروع منحاز إلى هذا النمط من الدراسة منحاز إلى هذه الفكرة منحاز إلى هذه الأمرأة مثلا إلى هذه القضية إلى هذا اللون يعني أي شيء فبالتالي دائما إنسان معرض لهذا الرغبات والانحيازات ونفسيا أنت تعشق شيء لكن لا بد أن تعرضه للنقد وهذا مبدأ أساسي في الحياة لكن ماذا يحصل؟ يحصل أن هناك أشياء نستثنيها ونعتبر أن الانحياز إليها مسألة لا تقبل الجدل هنا مكمل الخطر والخطل والخطأ فهذه هي القضية التي يجب أن ندقق فيها المنحاز معرفيا بشكل مقدس ولا غير قابل للنقاش ولا النقد ولا حتى عادة التفكير ولا المراجعة مثل الانحياز الديني وهو نسبة يعني نقدر نقول 90% من مجتمعنا هكذا هذا الانحياز هو الخطر الذي ولد لدينا كل المشاكل التي نواجهها في حياتنا الألاج هذا الانحياز الجاهز لدينا هو الذي يجب أن يتبعه الجميع خاصة الانحيازات للقضايا الكبرى القضايا التي تحدد هويتك تحدد مؤتقداتك أفكارك على الأقل انفتاحك على آخرين التبار أن الانحياز المعرفي مسألة طبيعية وتحدث لدى كل إنسان ومن حق الجميع أن يكون لديهم انحيازاتهم المعرفية المهم ليس هو الانحياز المعرفي المهم أن من ينحياز إلى قضايا معينة عليه أن يعرف بأن هذا الانحياز غير مفروض على الآخرين وأن لكل مننا انحيازه المختلف على الآخر وهذا أمر طبيعي علينا أن نتفاهمه أما أن نحاول أن نفرض انحيازاتنا على الآخرين ونعتبرها مقدسة فهذا هو بيت الداء الذي أصيبنا به جميعا والسبب هو أننا نتعرض لمن يفرض علينا هذا التحيز بشكل صارخ ويجعلنا ندفع ثمنا باهظا للتمرد على هذا الانحياز الجاهز مثلا هناك مذهب ديني يجبرك على اتباع تعليماته وتعليمات قادته وشيوخه الكبار فأنت بالبداية تقاوم ترفض وما إلى ذلك لكن لا جدوى تبدأ العمليات القمأ وهذا من معاني كلمة الدين هي القمأ والإجبار الآخرين على اتباع التعليمات معاني الامتثال والخضوع فهذا معه وهذا من معاني كلمة الدين باللغة العربية هي هاي الحكم والقضاء والامتثال والإذعان بكل الطرق ويجعلك تذعان وبعد ذلك يبدأ الإنسان يستمر هذا الإذعان والانحياز حتى يفوز بالرضا السادة أو الشيوخ الكبار ورضا الجمهور الذي أصبح منقادا للتعليمات الدينية على أشكالها فيصبح عملية ربح وخسارة أنا أؤمن بهذا الشيء لأنه سيؤدي بي إلى المزيد من الرزق فيزداد رزقي لأنني اتبعت ولم أتبع الهواء الهواء أو لم أتبع لنحيازي المعرف الخاص إنما تبعت ما يتم تلقيني إياه وهذا هو الذي سيفوز به فوزا عظيمة وبالفعل يفوز فيه فوزا عظيمة لأنه سينخرض ضمن الجموع والحشود ويناله ما يناله يعني حتى لو نال الشيء القليل فهو أفضل من أن يتمرد ويؤتبر من الكفر ويعني يصدرون عليه قرار الحاد والكفر والبهتان والزندقة وما لذلك وربما يؤدي بهذا إلى تدمير حياته وتدمير علاقاته بشكل كامل مع الناس ومعنا يعني حتى مع عائلته يعني الخلاصة الإنحيازي المعرفي هو فيه شيء من اللاعقلانية وهذه هي الخطورة بالموضوع فهذا الإنسان سعاني مثلا عندي إنحيازي معرفي لأن أفكر بطريقة محددة أحاول أن أجلب أشياء لكني عدي أدوات اللي تسمح لي أن أفحص ما أتوصل إليه وما أقتنع به ومع هذا دائما أخطئ وأنحاز وأتعاطف مع مسألة أنا أنحاز لها لكن أنا أحاول أدرك أن هناك قوة تدفعني إلى الانحياز إلى هذه أو تلك من القضايا لكن دائما أحاول أن أكون دقيقا وخاصة في القضايا الفكرية والتي تمس حياتي وقناعاتي وما أؤمن به في هذه اللحظة فدائما أنا أؤكد بأن ما أؤمن به الآن هو ليس مسألة نهائية وغير قابلة بالعكس هي موجودة حتى تكون مسألة قابلة للنقاش والتفكير والتفكر والتحليل والتفكيك والتركيب التفكيك وعادة التركيب وعادة بناء هذه كلها عمليات تجري وتحتاج منهج لعمل هذا الشيء ودربة وخبرة كبيرة وأنا أدعو الجميع أننا نفكرون بهذه الطريقة لأنه عندما نفكر بهذه الطريقة نصبح ذوات لا تنشغل بين حيازات الآخرين وتقييمها وتقديرها ولا تنشغل بينه أنا أتحول إلى جندي وحارس لناس الذين ينحازون معرفيا لدين أو للحلة أو لمذهب أو لشيخ أو لإمام أو لرئيس أو لسياسي هذا كله ما أسمح لأحد أن ينحاز له ولا أسمح أحد أن يفرض علي هذا الانحياز بطريقة وبخرى وهذا يؤدي بالنتيجة لخلق جماعة ومجتمع متعاون ومنفتح الذهن وكما هو الحال الآن في عديد من الدول المتقدمة مجتمعاتها ولا يعني السياسيين وما ذلك مجتمعاتها تجد ودائما هناك أيضا لا تجد حالة دائما هناك لكن عموما الانحيازات المعرفية إلى هذه القضية وتلك يجب أن تصبح مسألة تتعلق بالحرية الكاملة وكل إنسان وأن نتاح لكل الكل أن ينحاز معرفين إلى هذه القضية وتلك بما يسمح بأن ناس جميع يعيشون في سلم وسلام لأن هذه مسألة طبيعية لا يمكن القضاء عليها والقضاء عليها يكلف دفع أثمان باهظة هاي اللي نتفحها الآن لأننا ننحاز معرفين إلى هذا الدين أو إلى هذا الجماعة أو إلى هذا السياسي إلى هذا الرقائد إلى هذا المسألة وهذا هو سبب الإشكالات كلها علينا أن نكون أحرار ونقاد لأنفسنا ولغيرنا ونعتبر هذه المسألة ليست فيها أي إساءة لأحد ولا تجرع لأحد وشكرا جزيلا وشكرا بخير ومع السلام